تسمع عن شركة كده اسمها شيئين؟ لو انت متسمعش عنها فاحب اقولك ان غالبا اي بنت انت بتتعامل معاها تسمع عن الشركة دي الشركة دي حجم باعها بيكبر كل سنة بمقدار يتخطى المتين وخمسين في المية شيئين كشركة كانت موجودة من سنة 2008 في الصين وكان اسمها في البداية شيئينسايد كانت مهتمة في البداية ان هي تصنع فساتين الزفاف لكن في 2014 ابتدوا ان هما يكبروا الشركة اكتر وابتدوا ان هما يضموا بقى كل الملابس اللي انت ممكن تباعها عن طريق الانترنت وسموها شيئين كرام ده كان في 2014 شركة زكاية جدا ابتدوا في البداية كده يركزوا على جمع بيانات المستخدمين اللي موجودين على سوء الانترنت عشان يعرفوا بالضبط هو المستهلك ده عايز ايه وفي الحلقة دي في البرنامج انا عايز افتح لك عنيك عايزك تشوف كده بنفسك ازاي الشركات بتضحك علينا ازاي وهم البرندات ده بقى وهم احنا بنعيش به ازاي وصل المرحلة كده ان هما دايما بيحاولوا يبعوننا المنتج الغالي وتكون انت مصدق كده بينك وبالنفسك ان دي هي اهم حاجة ودي الحاجة اللي انت لازم تروح توجيبها لان اي حاجة تانية ملهاش اي معنى هذا النجاح الكبير لشركة شيئين ما عملش اي حاجة غير ان هو بس كشف لنا ان احنا ممكن نكون لعبة سهلة في ايد اي شركة كبيرة بس عارفة شوية معلومات عننا وبتستخدم المعلومات دي لضدنا وفي الحلقة دي احنا جايين نكشف المصدور ده كله السلام عليكم انا مايك الراشد وانت بتشوف برنامج ازاتونا في بداية الحلقة دي احب افكرك انك تكون عامل اشتراكنا في البرنامج ونفعل خاصية الجرس عشان يوصلك اول باول كل الفيديوهات اللي بتنزل هنا نرجع لموضوع حالياتنا النهاردة واول وهم بتستخدموا الشركات علشان تخلينا احنا كمستهلكين نجري وراهم كده ونجيب الحاجة اللي ليه علاقة بالبرند والعلامة التجارية بيسموه الFOMO او الفير of missing out بلغتنا العربية الجميلة معناها الخوف من ضياع الفرصة ان انت بتبقى شايف بعنيك ان فيه فرصة معينة وانت علشان تنتهز هذه الفرصة لازم تكون بتتحرك دلوقتي وبتجيب البرند او العلامة التجارية دي لكن ساعات الفOMO ده بيكون مجرد استجابة عاطفية منك انت وانت اللي بتخلقها نتيجة انك خايف انك ما تعيش عيشها كويسة زي باقي الناس اللي انت بتشوفهم انت متخيل كده الناس اللي معها فلوس بتعيش بطريقة معينة وبتصرف بطريقة معينة بيروح يسكنوا في اماكن معينة وبياكلوا اكل معين وبشربوا قهوة غالية في ستاربكس وكل الحاجات دي وده في دماغك بيخليك كده تحس انت مش عايش الحياة زي باقي الناس وقسم الدعاية والتصويق في الشركات الكبيرة عارف بالضبط ان احنا البشر عندنا هذه الفوم واللي بتسيطر علينا بشكل او باخر فيبتدوا يعملوا ايه؟ يبتدوا ينزلوا اعلانات لمنتج بتاعهم مش عن طريق ان هو يكلموا عن المنتج ولكن عن طريق ان هو يدي المنتج ده لواحد من الناس المشهورة اللي موجودين مثلا على السوشا ميديا بشكل كبير يبتدوا يدي المنتج بتاعهم ده لواحد يوتيوبر يبتد ان هو يجربوا قدام الناس ويقول لهم يا طرى الموبايل ده ينفع ولا ما ينفعش او اللابتوب ده كويس ولا مش كويس والكلام ده اتعمل في اول اعلان للمكينتوش او جهاز المكبوك حاليا يعني جابوا فيه كده نيلسون مندلة وجابوا غندي وجابوا يعني اينشتين والكثير من العظماء في فيديو واحد عشان يحسسوك ان انت لو كمان مش معاك حاجة زي ابل فانت هتكون بتضيع فرصة عليك انك تعيش زي ما الناس التانية دي ممكن تكون عايش ما العلم يعني ان كل هلواء العظماء اللي هما جابوهم في الفيديو ده ما كانوش استخدموا اصلا ابل في وقتها لكن يعني فكرة ان انت شايف ان المنتج ده ممكن يقربك سنة لقدام من انك تكون عايش زي بقية الناس دي في حد ذاتها تخوفك انك ما تعيش دلوقتي والفهم دي على فكرة بتشتغل من خلال جزء معين في دماغنا بيسموه الاميدالة هذه الاميدالة بيكون وظيفتها الاساسية هي المحافظة على حياتنا المحافظة على استمراريتنا فساعات ممكن تتخيل لأقصى بقى الدرجات ان المنتج ده لو انا ما اشترتوش او لو انا ما دخلتش هذه الخدمة يبقى انا مش هكون عايش عافك احنا مش بنعرف في الشركات يعني لو انت استخدمت هذه الحيل في التسويق فقد يكون يعني الموضوع ليه اثر لو انت بتقدم بجد يعني value او بتقدم قيمة كويسة في المنتج اللي انت بتقدمه ده تاني نوع بقى من انواع الوهم او الالعاب الزهنية اللي الشركات دي بتلعبها علينا عشان نفضل دايما نشتري منتجاتهم الغالية هي فكرة النستالجيا او الحنين الى الماضي الدراسات بتقول ان فكرة الحنين الى الماضي فكرة في حد ذاتها كويسة بالنسبة لنا لان هي بتحسسنا قد ايه احنا بضلنا عايشين لغاية دلوقتي قد ايه احنا بضلنا موجودين وعانينا بالكثير والكثير من التحديات ففكرة النستالجيا او الحنين الى الماضي في حد ذاتها بتوريك كده بينك وبين نفسك ان انت شخص قوي وعشان كده كلنا منحب ان احنا نرجع لها. طبعا يعني ده غير لو انت كمان عندك ذكريات جميلة قديمة فده يخليك تحب ترجع اكثر لهذا الزمن الجميل. والشركات عارفة برضو هذا المبدأ وبالتالي ابتدت ان هي برضو تلعب بين عليه. الشركات المشروبات الغزائية زي بيبسي ونايك ابتدوا مسلا ان هم يرجعوا شكل الازازة اللي كان موجود زمان شكل الازازة اللي انت كنت ممكن تجيبها من عشرين او تلاتين سنة وده في حد ذاته بيرجع لك كده في الذكريات الايام الجميلة اللي كانت مصاحبة لهذه الفترة. بيرجع لك كده في ذكرياتك ويقولك ان انت من الناس النغبة اللي عايشوا معاينة طول الفترة دي. بتخليك كده تفكر في دماغك ان انا الله ده انا عايز ارجع للماضي لما امسك بس ازازاز الببسي او كاكولا دي. تالت واهم ممكن تلعب بيه شركات علينا هو التركيز على او عدم شعورنا بالامان او من الاخر عدم تقديرنا لذاتنا. اللي قدامك دلوقتي على الشاشة هي صورة لساعتين. واحدة روليكس اصلية والتانية روليكس كوبي او مزيفة. لو قلتلك طلع لي الاصلية من المزيفة ممكن تقعد فترة طويلة جدا ممكن تقعد يعني شهور علشان تعرف مين الحياة ومين المزيفة وممكن في الاخر ما تعرفش. مش بس الشكل يعني هو اللي ممكن يكون بيتقلد. لا كمان انا ممكن اثبتلك ان الاثنين بيقدوا نفس الوظيفة ولكن في الاخر اول ما اقول لك ان فيه واحدة فيه وما هي الحقيقية غالبا هتفكر ازاي انك تشتريها في يوم من الايام. والحقيقة الباحثين لقوا ان الموضوع ده موجود عندنا من ايام ما احنا كنا اطفال. لان هما جابوا مجموعة من الاطفال كده ودوهم لعبة وبعد كده خدوا اللعبة دي منهم ودوهم لعبة شبه طبق الاصل اللعبة الاولانية ولولهم ان دي لعبة مقلدة لان الاطفال كلهم مش عايزين يلعبوا باللعبة التقليد. عايزين اللعبة الاصلية بتاعتهم. مع انها نفس اللعبة ولكن يعني تقلدت مش اكتر. فيه سبب كده خفي بيخلي الناس ادور دايما على فكرة الحاجة الاصلية والغير مقلدة. الحاجة اللي ممكن تخليني يونيك او فريد الحاجة اللي ممكن تخليني امتي عالية لان يمكن امتي بيني وبين نفسي مش عالية قوي. والجزء ده الشركات عارفة تلعب عليه كويس عشان تبيع المنتجات الغالية. في وسط تزاحم وفي وسط تنافس فيه منتجات كتير بتقدم نفس الحاجة ولكن بمركة مختلفة او بشكل مختلف او حتى تقليد ولكنها مش الاصل. اما عن الوهم الرابع للشركات بتستخدمه بشكل كبير بيسموه او ان انا اخاف من الخسارة توهمني كده ان انا لو ما اشتريتش منتج بتاعها هخسر شيء معين دلوقتي وعشان كده لازم اتحرك واشتري. فتلاقي دايما من ضمن التولز او من ضمن المعدات اللي انت ممكن تكون بتستخدمها كشركة في مجال زي ده هو ان انت تكون بتلعب في التسعير كل شوية يعني مثلا الموبايل ده 8000 جنيه لكن لفترة محدودة الموبايل ده 8000 جنيه. لو ما اشتريتش دلوقتي هتضطر انك تشريه قدام وتدفع ال 50 جنيه الفر. حط بقى تحت الفكرة دي حاجات كتير قوي زي ايه? زي كوبونات الخصم. زي اشتري الخدمة دي لسنة كاملة وساعتها هتوفر 30%. زي مثلا ان انت تكون عندك خصومات شغالة في سيزنز او يعني زي في مواسم معينة في السنة. زي مثلا فكرة ان انت يكون عندك مكافآت لو اشتريت اميسين هتاخد مثلا التالت هداية. كل الافكار دي لها علاقة باني احسسك انك لو ما خدتش خطوة واشتريت المنتج بتاعي قد تخسر بعدين لو انت تطريت انك تشتريه ولكن تشتريه من غير خصم فالحا اتحرك دلوقتي. واكتر حاجة الناس بتقولها بجد وبتبقى بينة يعني الناس بتبقى شايفة ان دي اي كلام ولكن برضو بيصدقوا الفخ ده هو ان لما اقولك مثلا ايه. لو الله يا فندم دي اخر قطع عندي. يعني بص هو المنتج هو خلاص يعني هو خلص ودي اخر قطع فلو حالتك مخدتاش يعني خلاص بقى ما تبنش ان انا احفظها لك اكتر من كده. دايما الخدعة دي بتجيب مع اي حد في الدنيا. انت اجربها وانت بتبيع اي حاجة هتلاقي اشتريها. خمس طريقة بتلعب علينا بيها الشركات بيسموها او نظرية الفخ. لو انت مسلا دلوقتي رايح السينما وقررت ان انت تجيب فشار. فدلوقتي مسلا لقيت ان في علبة فشار بخمسة جنيه وعلبة فشار تانية بعشرة جنيه. هتختار قاني واحدة فيهم. غالبا يعني معظم الناس هتقولك يا عم اجيب اللي بخمسة جنيه اهو اسمي هاكل فشار وهدفع نص المبلغ ومش مهم يعني مش ليازم ادفع كل ده في كل الكمية دي. تيجي بقى الشركات النصحة شوية تقوم تزود لك علبة فشار تالتة. ولكن العلبة دي تحطها في النص بين الاتنين اللي كانوا موجودين وتخلي سعرها مثلا تمانية جنيه. ساعتها وفي الموقف ده معظم الناس هتتجه ان هي تجيب الفشار ابو عشرة جنيه. لان هم قرنوا فرق التكلفة من الخمسة للتمانية وفرق التكلفة من التمانية للعشرة واكتشفوا كده في حساباتهم ان انا افضل لي اشتري ابو عشرة من اني اشتري ابو تمانية. وعايز اقولك ان احنا لما بنعمل كده ونختار بقى المنتج الكبير ده بنطلع واحنا مبسوطين بنحس ان احنا كسبنا حاجة. لان انت لو كنت جيبت المنتج اللي في النص هترجع تقول لنفسك طبا كنت زودت الاتنين جنيه وجبت المنتج الكبير. لما جيب المنتج الكبير تحس ان انت انتصارت. انت اللي عملت حاجة وخسرت الشرك. سادس وهمه واكيد حضراتكم شفتوه بشكل كبير بيسموه شرينكفليشن او الانكماش. هلا حس في مرة من المرات كده وانت جايب كيس اي حاجة تاكله ان انت لقيت ان الكمية اللي جوه الكيس ده اقل من الطبيعي. شركات كتير بتلجأ لهذه الخدعة. ان هي ما تحاولش تحسسك ان هي قللت حجم المنتج ولكن هي بالفعل جوه الكيس او جوه العبوة هي قللت حجمه ولكن ادتهولك بنفس التكلفة علشان لو فيه اي تضخم لو فيه اي زيادة في المواد الخام. لو فيه اي حاجة هي بتدفعها زيادة تكون انت اللي بتتحملها مش الشرك. وانت لو عندك منتج معين انت شايف ان هو عمل هذه النظرية نظرية الانكماش ياريت تكتبه لنا في التعليقات اللي تحت. اما عن الوهم السابع الموجود معنا دلوقتي هو جرب قبل ما تشتريه. وصراحة الوهم ده موجود بشكل كبير اوي. والوهم ده فكرته الاساسية انه يخليك تحس بقيمة الحاجة في ايديك. يعني يخليك تمسك حاجة معينة. يخليك تمسك منتج معين. ولما تحس بيه في ايديك ولما تشعر بيه ولما تجربه على نفسك كده وتقيسه هل هو كويس ولا هل هو وحش. ساعتها انت بترتبط به عاطفان اكثر. وساعتها بيكون قرار ان انت تنسحب منه بيبقى اصعب كتير. وعشان كده في شركات شحن كتير. ابتدت ان هي تعمل اللعبة دي برضو على المنتجات اللي بتوصل عن طريق الدليفري. فيجي مسلا يقول لك هنقل لك التيشرت بتاعك على البيت. وانت ممكن تقيسه. ولو ما عجبكش تقدر برضو انك ترجعه مع نفس مندوب الشحن. الفكرة دي تشجعك بشكل كبير انك تجرب. دي اول حاجة. تاني حاجة لما هتجربه على نفسك وتقيسه. لو هو فعلا ما اسه كويس. غالبا انت مش هترجعه. الواهم رقم تمانية هو او الاسوات الرتمية. او الاسوات اللي لها اقاع معين. تلاقي كده في مجموعة من الشركات ابتدت تتبع فكرة نجيب اللي هما بيغنوا مهرجانات مسلا ونخليهم يعملوا زي اغنية بيكون فيها رتم كل شوية بتكرر ويكونوا بيقولوا في اسم المنتج بتاعنا. عشان الاسم ده لما يقضي تكرار عليك اكتر من مرة بعد كده في كذا اعلان او في اي مكان تفتكر انت المنتج ده وتبقى انت عايز تجيبه. وتلاقي ساعات بقى الاغاني دي بتبقى اغاني رائجة بشكل كبير عشان تشتغل بقى في مناسبات مختلفة زي الافراح زي في الراديو. زي مثلا انت بينكم النفسك لو انت عايز تسمع اغنية يعني وتفرفش كده معاها فتقوم تشغل الاغنية اللي كانت اصلا اغنية اعلان لمنتج وده في حد زيته يخليك ترتبط بهذا المنتج اكتر. وطبعا يعني كلنا عارفين الرتم الشهير بتاع سوق بقى امازون. اما عن الواهم رقم 9 على الاخير والان اتكلم فيه النهاردة ويمكن كلنا بنشوفه في الناس اللي بتروح الساحل هو فكرة او نظريات الاختيار ان انت علشان تستخدم اصلا منتج بتاعي لازم يتم اختيارك. والفكرة الاساسية هنا هي انك بتخليني انا كمستهلك اجري وراك عشان اشتري منتج بتاعك لاني حاسس ان انت بتعمل كده زي انترفيوهات مع الناس او زي اختيار بشكل معين وبتختار الطبقة الاعلى وبتختار الناس الاحسن فانا برضو عايز اكون الاحسن. وتلاقي الموضوع ده بيبان بشكل كبير جدا. فحاجة زي المدارس الانترناشنال او المدارس اللي هي بيكون لها يعني زي تسعير غالي كده. ولكن المدارس دي عشان تغلي القيمة بتاعتها اكتر يقول لك ان المدرسة بتعمل انترفيوه او بتعمل مقابلة عمل للطالب وولي امره. والمطلوب ان الطالب يكون عنده آآ لغة معينة. وولي امره يكون بيوجيد هذه اللغة. وليه امره المفروض يكون في مستوى الاجتماعي معين. والمستوى الاجتماعي ده مش شرط ان هو يكون فلوس بس. لا كمان يكون فيه تايتل او منصب معين. كمان يكون الطالب او وليه الامر يكون عنده هواية معينة او حرفة او لعبة معينة بيلعبها. كل السليكشن كريتيريا دي ما بتزيد. كل ما انا بحس ان انا عايز اكون متميز اكتر. وبالتالي بيخليني اروح واحارب عشان اطلع في الاخر وانتصر واقول ده انا عارف تدخل المدلسة الفلانية. ايه بس بقى نفس الفكرة دي حاجات تانية كتير جدا موجودة في حياتنا بتستخدم نفس الوهم ده. نفس الوهم بتاع الاختيار. ان انت بيتم اختيارك عشان تشتري المنتج بتاعنا. ولا عديد ولا عديد من الاوهام الاخرى اللي ممكن تكون الشركات بتلعب بجد بيها علينا. واكيد في اوهام اخرى ليه علاقة بسوق العمل نفسه في حد ذاته. مش بس حاجة ليه علاقة بخدمة او بمنتج. واكيد هيبع عندنا اوهام كتير ممكن نكمل التكلم عليها فترة جاية. وعشان كده حابب اطلب منكم ان انتم في الكومنتات او في التعليلات اللي تحت تكتبولي ايه هو الوهم اللي انتم حابين تسمعوا عنه. كل اشياء دي احنا ممكن نكمل الكلام عليها في السلسلة بتاعتنا واللي اسمها افتح عقلك. واللي فيها بنحاول نفتح كده الباب ونشوف زاوية تانية من التفكير ما كناش بنفكر بها قبل كده. اخيرا يعني لو عجبك الحلقة دي ما تنساش انك تدعمنا عن طريق اللايك. عن طريق انك تعملها شير امشاركة مع اصحابك عشان تساعدنا برضو ان احنا نوصل الكلام ده لناس تانية. وبكده نكون وصلنا لنات الحلقة لكن اشوفكم على خير حلقة جاية ان شاء الله. كان معكم مايكل راشد برنامج ازتونة. شكرا.